إذن من الخطوات المتخذة لتدعيم دور المرأة السعودية في عالم الرياضة شهدت الرياض أيضاً استضافة مباريات لبطولة السيدات لرياضة الأسكواش بمشاركة 31 متنافسة من 11 دولة المباريات أقيمت على ملاعب جامعة الأميرة نورة ولقيت إقبالاً كبيراً للحديث عن الفعلية ينضم إلينا من الدمام زيادة تركي رئيس رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش صباح الخير صباح كله بالخير سأليه إذا متعصب في تعصب نسائي أو لا يعني في تعصب نسائي دايماً في الرياضات عامة بشكل عام وخاصة السكواش بقى بشكل خاص أكيد في تعصب نسائي كل واحد جاي شجع بلده لا بالنسبة للسيدات في تعصب أكثر من الرجال ما إيش الفرق بين الرجال والسيدات؟ أيه قل لهم بني آدم قل لهم المتعصب بكورة متعصب بكل الرياضة طيب خلينا أيضاً نسأل بأنه أنا يهمني الجانب هل الجائزة المادية كانت عالية لم يعني أعرف ما هو المبلغ للفائز بالمركز الأول في فضول هي جاء الجائزة الجوائز كانت 165 ألف دولار اللي تعتبر من أعلى الجوائز بالولد سيريز للاتحاد العالمي للمحترفين طيب هي تعتبر من أكبر بطلات العالم جميل أستاذ زياد هناك تغيرات كبيرة تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة بالنسبة لحركة الرياضات ومشاركة السيدات يعني دعنا نتحدث عن هذا التنظيم كيف تم وإلى أي مدى سيساهم في دمج المرأة في المجال الرياضي طبعاً الرؤية تغيرت في المملكة في الوقت الحاضر الهدف هو يعني مشاركة بالرياضة أكثر يعني في الوقت الحاضر 17% من سكان المملكة يشاركوا بالرياضة والهدف أنه يزيد لـ 20% وهذا ما هو بس للرجال هذا الرجال والبنات إقامة بطلات مثل بطلة السكواش في الرياض يكون حافز إن شاء الله للسيدات وإن شاء الله كمان نقوم ببطلات ثانية للأولاد فهي تحفز يعني جيل جديد بممارسة الرياضات وخاصة الرياضات الفردية أستاذ زيادة يعني بدون مجاملة هل دائماً ما يقال بأنه البدايات خجولة تكون أو الخطوات الأولى ليست على مستوى الطموح كيف رأيتم هذه البطولة ومشاركة المرأة فيها طبعاً يعني البطولة كانت شبه مخفية أولاً في تصحيح يما كانت بجامعة أميرة نورا هي كانت بالصالة الخضراء وطبعاً ما سونا لها الدعاية المطلوبة لكنها هي خطوة أولى ودائماً خطوة أولى يكون فيها صعوبات أنا نضمت بطولات في المملكة من 2005 إلى 2010 كمان في تحديات يعني مش بس عن نساء يعني أولاً تغيير الفكر مثلاً حتى لما كانت بطولة الرجال ما حد كان يصدق أنه حتم بطولة في المملكة والحين بطولة سيدات هذه أول بطولة سيدات محترفين في المملكة فكان يعني حتى الناس اللي معايبه الاتحاد السعودي للسكواش أنا كمان رئيس الاتحاد السعودي للسكواش ما كانوا يصدق أنه حيصير في بطولة في السعودي غير مصدقين أم غير متوقعين أم أن الأجواء ليست مواتية والله يشوف الأجواء مواسية يعني إحنا كل شيء متوفر عندنا في المملكة والأنظمة موجودة والقوانين موجودة وإحنا نتبع الأنظمة والقوانين لكن هو الفكر اللي ليش مصدق لكن الحمد لله يعني الأميرة ريمة بنت بندر دعمتني كثير وساعدتني خلال السنتين الماضية على أن نقدر نسوي البطولة هذه وأنا فخور أنه كرئيس الاتحاد العالمي للمحترفين أنه أول رياضة تخش المملكة هي رياضة السكواش للسيدات فهذا شيء أنا فخور فيه وبنفس الوقت يعني أتمنى أن تنتشر البطولة ويصير عندنا جيل من السيدات ومن الأولاد يستمروا معانا في المستوى كيف كان مستوى الحضورة ومستوى المشاركة بالنسبة للسعوديات كان في سعودية واحدة مشاركة طبعا كان في تصفيات بين عدد من اللعبات السعوديات اللي اخترنا منهم ندأب والنجاح حتى تكون الوالد كارد اللي شاركت معانا طبعا مستوانا بالسكواش في السعودية مثل مستوى الخليج العربي كله بالسعودي يعني حتى الرجال المستوى المقاومة حتى الرجال طبعا مستوىهم مش قوي إحنا كاتحاد الحين قاعدين نركز على شباب عندنا اثنين واحد مرة 11 سنة ياسر و13 سنة هذو قاعدين نركز عليهم ندعمهم أستاذ زياد يعني دائما يمكن إحنا أنت قبل شوي تقول أنه في الناس مش مصدقين الأحلام تتحقق على أرض الواقع والناس راح تصدقها وتتواكب معها اليوم هل هناك خطة لإدخال هذه الرياضة إلى المدارس إنشاء أندية ضم بعض الفتيات إلى الأندية القائمة حاليا كما هو الحال بالنسبة لدخول الرياضة إلى المدارس بوزارة التربية هذا المطلوبة الحين من كل الاتحادات أنها تزيد المشاركة وبدأت كثير من الرياضات أنه يصير في دوري بين الجامعات ودوري بين المدارس وهذا اللي حيخلق جيل الحين في المملكة التركيز على البنية التحتية فأنا كرئيس الاتحاد السعودي أنا ما أخذ على العاتقي أني أنشر الرياضة فطبعا نشوف مثلا ببعض الجامعات بعض المدارس إنشاء ملاعب سكواش معظم الجامعات عندهم ملاعب سكواش إذا نقدر مثلا نستغلهم ونعمل تدريبات للفتيات ونعمل تدريب للشباب إن شاء الله يعني يخلق جيل جديد أكيد بالتأكيد شكرا لك الأستاذ زياد التركي رئيس رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش شكرا جزيلا لك شكرا لك